كشفت مصادر مطلعة أن قيادياً أمنياً في سلطات ميليشيا الحوثي بمحافظة إب اتهم بتجارة المخدرات وذكرت المصادر أن المدعو صادق صلاح المقبلي المعين السابق مديراً لأمن مديرية ذي السفال جنوب المحافظة اتهم إلى جانب آخرين بتجارة المخدرات وأشرت المصادر إلى أن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية أحالت المقبلي للمحاكمة غير أن قيادات حوثية نافذة حالت دون محاكمته حتى اللحظة وخلال السنوات الأخيرة انتشرت المخدرات في مختلف مديريات المحافظة وسط اتهامات لقيادات وعصابات حوثية بالتورط في بيع المخدرات والترويج لها في صفوف الشباب